أبناء وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم على قناتيكم أعرف وتعلم النهاردة معنا إجابة امتحان محافظة الأقصر إدارة الطوض التعليمية ويلا يولاد مع بعض عشان نبدأ حل الامتحان فأول حاجة بيجي في الامتحان هو نص الاستماع بعد كده بيجي باء الأسئلة فيلا مع بعض نسمع مع بعض نص الاستماع ونقرأ وبعد كده نحل الأسئلة في يوم من الأيام وضع أحد الملوك صخرة على الطريق فمر عليها بعض التجار الأغنياء ولم يبعدوها وأكملوا السير إبه في يوم من الأيام يا أولاد أحد الملوك وضع صخرة على الطريق فبعض التجار الأغنية مروا على الصخرة ديان وسبوها مكانها ولم يبعدوها وأكملوا السير ومر عليها العديد يعني الكثير من الناس ولم يحاول أحدهم إبعادها وكمان مر عليها كتير من الناس ومحاولوش انهم يبعدوا الصخرة دي من الطريق فقال كل لوم على الملك يبقى كل لوم على مين على الملك حتى جاء فلاح يحمل حملا من الخضروات وعندما اقترب من الصخرة وضع حمولته وأبعدها عن الطريق يبقى لحد ما جاء فلاح بسيط شايل حمل من الخضروات ولما اقترب من الصخرة وضع الحمولة تحته وشال الصخرة وأبعدها عن الطريق فوجد تحتها مالا لا تحتها مال ورسالة من الملك ورسالة من الملك إبقى مال ورسالة من الملك بيشكره ومش بيشكره لذاته لا بيشكر أي حد شال الصخرة من غسط الطريق ويقول إن المال للشخص الذي يزيل هذه الصخرة من الطريق المال اللي تحت الصخرة دي للشخص اللي هيشيل الصخرة من وص الطريق وبعد ما سمعنا نص الاستماع هنحلل الأسئلين الموجودة أقول سؤال معنا بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الذي أزال الصخرة هو الفلاح الملك أحد الرجال الأغنياء يبقى الإجابة يكون إيه؟ الفلاح يبقى الذي أزال الصخرة هو الفلاح اتنين وضع الملك تحت الصخرة المال الرسالة المال والرسالة يبقى وضع إيه؟ المال والرسالة نمرة ثلاثة افعل الخير تجد الشر الخير الظلم يبقى افعل الخير تجد إيه؟ خير الخير ثانيا التعبير الكتابي استخدم المخطط التالي لكتابة نص وصفي عن مدير مدرسة وأول حاجة عندنا العنوان العنوان مدير مدرسة المقدمة الإدارة الفنية لا يجيده كل الناس ونحن في مدرستنا مدير فاضل يحبنا ونحبه يحترمنا ونحترمه بعد كده وصف الشكل الخارجي شخص طويل القامة عريض الجسم زواجه أبيض وشعر أسود قاتم له عينان بنياتان دي بالنسبة للوصف الخارجي الوصف بتاع الشخصية الصفات الشخصية شخص صبور يعمل الطلاب معاملة حسنة ولديه يعني عنده معلومات في شتى المجالات الخاتمة مهما قلت في وصفه فلن أوفيه حقه فهو من أكثر الأشخاص الذين أحبهم دي ولد طبعا نص وصفي عن مدير المدرسة بيتكون من العنوان المقدمة ووصف الشكل الخارجي والصفات الشخصية والخاتمة في الله مع بعض عشان نكتب نص وصف مدير المدرسة اللي معانا النهاردة أول حاجة معنا العنوان مدير مدرسة المقدمة الإدارة الفنية لا يجيده كل الناس ونحن في مدرستنا مدير فاضل نحبنا ونحبه ويحترمنا ونحترمه فهو شخص طويل القامع عريض الجسم زواجة أبيض وشعر أسود قاتم له عينان بنيتان ودواصف الشكل الخارجي أما عن صفاته الشخصية فهو شخص صبوري وعمل الطلاب معاملة حسنة ولديه معلومات في شتى المجالات دي الصفات الشخصية آخر حاجة الخاتمة فأقول فمهما قلت في وصفه فلن أوفي حقه فهو من أكثر الأشخاص الذين أحبهم ثلثة النص الأدبي اقرأسه ما أجب هناك نوعان من الجمال يبا في نعين من الجمال جمال شكلي جمال الشكل وهو الجمال الذي يلاحظه الجميع عندما ينظرون إليك يعني الجمال اللي بيلحظه الناس لما بيبصلك وجمال داخلي وهو الجمال الذي ينبع من أخلاقك الحميدة الجمال اللي إيه بيبقى موجود في أخلاقك الحميدة وصفاتك الحسنة وهناك فارق كبير بين النوعين في فارق كبير بين الجمال الخارجي والجمال الداخلي فالجمال الشكلي متغير بتغير العمر جمال الشكل يتغير بتغير العمر فإنه يزول يعني ينتهي عندما يجبر الإنسان الجمال الإيه اللي هو بتاع الشكل ده بينتهي لما الإنسان بيجبر أما الجمال الداخلي سهو يبقى ولا يزول الجمال اللي جواك بأخلاقك الحميدة وصفتك الحسنة بيدنه موجود ما بينتهيش حتى بعد موت صاحب حتى بعد موت ايه صاحب الجمال الداخلي ده حيث يظل الناس يذكرون صاحبه بالكلام الطي الناس بدنها تذكر صاحب الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة حتى بعد ما بيموت بالكلام الطي لذلك عليك عند الحكم على احد الاشخاص ان تنظر الى الجمال الداخلي وليس الجمال الشكل يبقى انا لما حكم على انسان ما حكمش عليه من الشكل الخارج اما لحكم على ايه من الجمال الداخلي بأخلاقه وصفاته الحسنة وبعد ما قرينا النص الادب يا ولاد هنحل الاسئلة اللي موجودة عليه اختر الاجابة الصحيحة ما بين الكوسين واحد معنى ينبع يضيق يتدفق يتغير يبقى الاجابة تبقى ايه يبقى معنى ينبع يتدفق اتنين مفرد صفات صفة وصف صف يبقى مفرد صفات ايه صفة صفة بأ بعلامة صح او خطأ امام ما يلي الجمال الداخلي هو الجمال الذي يلاحظه الجميع عندما ينظرون اليك غلط غلط طبعا ايه الجمال الداخلي هو الجمال في الاخلاق والصفات الحسنة الجمال الشكلي هو جمال متغير وقد يزول عندما يجبر الانسان صح طبعا صح جيم ماذا يجب علينا عند الحكم على احد الاشخاص اننا لمجحكم على شخص يجب اننا ننظر الى الايه الجمال الداخلي وليس الى الجمال الشكلي رابعا النص المعلوماتي اقرأ ثم اجب من المعروف ان النباتات تأخذ غذائها عادة من الطربة المعروف ان النباتات تأخذ اكلها وغذائها من الطربة يعني من الارض ولكن العجيب ان هناك نوعا من النباتات يأخذ غذائه من الحشرات ولكن من العجيب يعني من الغريب ان في بعض النباتات تأخذ غذائها ليس بالطربة ما اللي بتأخذه منين من الحشرات طب ازاي الكلام ده وهذا النبات يسمى التنين الاحمر يبا في نبات اسمه التنين الاحمر تتكون اوراق هذا النبات من جزئين النبات ده اوراقه بتتكون من جزئين توجد عليهما مادة لازجة الاوراق ديان موجود عليها مادة لازجة يعني مادة لاصقة اي حاجة تجي عليها تلزأ فيها وما تسبهاش فعندما تنزل عليه حشرة تلتصق على اوراق هذا النبات اي حشرة تجي تقف على اوراق النبات دوان بتلزأ في الاوراق بتاع النبات وينغلق عليها الجزئان ويقفل عليها الجزئان بتاع الاوراق ثم يقوم النبات بهضمها النبات بيهدم الحشرة اللي وقفت على الأوراق ديا والتخلص من فضلاتها بعد كده بيتخلص من الفضلات بتاعة الحشرة ديا بعد ما ياخد غزاءه منها وألصان معنا ألف إخبار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معنى لازجة هل خارقة لاسقة قاتلة لاسقة يعني إيه لاسقة اتنين مفرد الحشرات الحشرة الحاشرة الحش طبعا أفرد الحشرة إيه؟ الحشرة الحشرة ثلاثة تتكون أوراق نبات التنين الأحمر من جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء من إيه؟ من جزئين باء ما العجيب في نبات التنين الأحمر؟ إيه؟ العجيب والغريب في نبات التنين الأحمر أنه يأخذ إيه؟ غزاءهم من الحشرات وليس من الأرض أو الطرب خامسا من النص الشعري اقرأ إلى بياتهم أجب رأيت معلمي مصباح رجد يضيء طريقنا في كل يوم جليل القدر للطلاب شمس بدك النيل يحيي قلب قوم لك التبجيل والتعظيم منا أزال الله عنك كل هم يبقى الشعر هنا يولاد بيقول أنه شاف معلمه مصباح رجد يعني بينور له الطريق كل يوم بالعلم وأنه جليل القدر يعني عظيم المنزلة وأنه شمس للطلاب تنير لهم حياتهم وبدأ يعني ظهر كنهر النيل الذي نأخذ منه الماء حتى نحيا آخر حاجة بيقول لك التبجيل يعني لك التعظيم منه أزال الله عنك كل هم ويدعو للمعلم أنه يزيل عنه أي هم وبعد ما قرنا النص الشعري هنحل الأسئلة الموجودة عليه آلف آخر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين معنى التبجيل الاعتدال التعظيم الدعاء يبقى معنى التبجيل إيه التعظيم التعظيم اتنين معلمي مصباح رجد هل ده تضاد ولا تراضف ولا تجبيه طبعا إيه تجبيه باء حرف القفية القفية أولاد يعني آخر حرف في الأبيات الذي يعطي إيقاعا موسيقيا في الأبيات هو حرف المين أهي يوم قوم هم كلهم بينتوه بحرف المين سادسنا القواعد النحوية اقرأ ثم أجب آلف اختري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين كرمى الرئيس المعلمون المعلمين المعلمان طبعا يا أولاد الكلمة اللي أنا هاجبها هتبقى مفعول به كرمى فعل ماضي الرئيس فاعل اللي أنا هاجبها هتبقى مفعول به طب المفعول به بيبقى منصوب إيبه أنا هشيل المعلمون لأن المعلمون هنا في حالة رفع بالوا والمعلمان هنا مسنى برضا هتطرفوا إيبه كلمة اللي هتنفع المعلمين لأنها جمع مذكر سالم إيبه كرمى الرئيس المعلمين المفعول به منصوبية لأنه جمع مذكر سالم اتنين الفتاة مؤت تساعد زميلاتها محبوبة هل الذي ولا الذين ولا التي الفتاة طبعا إيه مفرد مؤانس يبال لا يمشي معها الذي ولا الذين ولا التي التي يبال الفتاة التي تساعد زميلاتها محبوبة مؤت أطباء يعالجون المرض هم ولا هن ولا هما هم هم لأن هم طبعا إيه بتيجي مع الجامع المذكر أما هنه طبعا بتجي مع جمع المؤنس وهما بتجي مع المسنى بقى قرأ القصة تلميذ فين الفاعل هنا وفين المفاول مين اللي قرأ التلميذ يبقى الفاعل هو التلميذ والمفعول هو إيه القصة القصة يبقى الفاعل التلميذ والمفعول به القصة آخر سؤال معانا جيم تناول المريض الدواء سمي ما تحته خط واكتب الجملة الصحيحة يبقى نلقيه تناول المريضان الدواء سابعا الخط يكتب بخط النسخ الرياضة تقوي الجسم وتنوم العقل فنكتب الكلام ده بخط النسخ آخر حاجة معنا يا ولاد ثامن عن الإملاء تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين للقراءة فوائد عديدة فهل هحط علامة استفهام نقطة علامة تعجب طبعا هنا مفيش ولا سؤال ولا تعجب يبقى هحط إيه نقطة اتنين قال الأب لابنه لا تهمل درسك هل حط فصلة نقطتين فوق بعض علامة استفهام وقلنا قبل كده إن قال وقالت وصاحة وصاحة بيجي بعدها إيه نقطتين فوق بعض نمرة ثلاثة يا محمد استمع للنصيحة النداء يا ولاد بيجي بعده على طول فصلة ما قولي يا محمد يا علي يا فاطمة هروحات قطئي فصلة وراها على طول بكده أولاد نكون انتهينا من إجابة امتحان وحفظة الأقصر إدارة الطوض التعليمية صفحة 56 و 57 من ملحق كتاب سلاح التميز استنوني على قناة يعرف وتعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر